مقاعد الأطفال بحسب المادة 57 من نظام المرور فإنه يجب على قائدين المركبات وركابها استخدام حزمة الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطريق وتنقسم مقاعد الأطفال إلى أربعة أنواع المقعد الموجه للخلف وهو مخصص للأطفال دون السنتين والذي يرفع نسبة الأمان إلى خمس مرات بإذن الله من المقعد الموجه للأمام أما المقعد الموجه للأمام فهو مخصص للأطفال من عمر السنتين إلى أربع سنوات أو إذا تجاوز الطفل الطولة والوزن المسموح للمقعد الموجه للخلف وللأطفال الذين تجاوز الطولة والوزن المسموح للمقعد الموجه للأمام والأطفال من عمر أربع إلى ثمان سنوات فيجب استخدام المقعد المساعد والذي يقلل إصابة الطفل بنسبة 59% بإذن الله عند تجاوز سن الثامنة يمكن استخدام حزام الأمان فقط مع التأكد من أن الطفل يجلس بطريقة سليمة